تدمير الغابات بيطلب وقت كتير قصير بس إعادة بنائها تاخد سنوات طويلة ونجاحها مش مضمون مية بالمية الحرائق هي مصايب بس كمان ممكن يكون إلى فويد ومنافع من بين التخلص من بعض الأشجار الكثيفة يلي بتحجب الضوء عن بقية نباتات والأشجار وفي نباتات تعتمد بتكاثرة على الحرائق مثل بعض أنواع السنوبر قصم كبير من غابات لبنان اتجددت من تلقاء نفسها بعد مرور عدة سنوات وأشجار السنوبر والبلوت عندها لقدر على التكيف والتجدد بعد الحرائق وبتلعب البيئة دور بإذا كانت منطقة معينة قادرة على التجدد دي أم لا فالمناطق المحاطة بالمحاصيل الزراعية بتكون فرصتها أقل بالتجدد مين قال أنه نمو الفطريات بعد الحرائق هو دليل على عودة الحياة إليها واستعدادها للتجدد وهل الفطريات تلعب دور بنمو البذور والأشجار الجديدة؟ أنا قال نشوفكم بكرة اشتركوا في القناة